بسم الله الرحمن الرحيم انا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرايين. النهاردة هنتكلم عن السبحة اه في المنام. هنتكلم عنها اه بشكل عام. كمان هنتكلم عنها للرجل للعسباء للمتزوجة الحامل. يعني هنحاول وكمان هنتكلم عن الوان السبحة. اولا السبحة او السبحة اه من الرموز اللي بتبقى محمودة جدا رؤيتها اه في المنام. اولا اه رؤية السبحة من الرموز اللي بتدل على نساء صالحات. خصوصا لو شاف الرائي اه شاف الرؤية دي رجل. الرجل او الشاب الاعزاب اما يشوف انه هو اشترى اه سبحة اه في المنام. فمعنى كده انه هو هيتزوج اه عن قريب من فتاة اه صالحة. كمان الرجل لما يشوف انه هو اه الرجل المتزوج كما يشوف انه هو اشترى اه سبحة جديدة فدي بشارة ليه بمولود اه بمولود جديد. كمان السبحة من الرموز كمان اللي بتدل على قوة ايمان. وآآ سعي دائم للرأي آآ في حصوله على رضو من الله سبحانه وتعالى. آآ لما يشوف الرأي انه هو اشترى او انه هو بيمتلك سبحة آآ لونها ازرق آآ في المنام. لو كان الرأي بيعاني من آآ من شاكل في العمل او كله في الرزق او فقر فدي من الرموز اللي بتدل على حصوله على عطايا وعلى خير كتير جدا هيحصل عليه. كمان السبحة للشخص المغترب او الشخص اللي هو برا آآ مساخر مسلا فدي بشارة ليه بالعودة آآ مرة تانية آآ للبلده. كمان آآ لو شاف الرأي انه هو بيقوم بالتسبيع. آآ لو شاف انه هو آآ بيسبح على آآ سبحة. وهو في الحقيقة مسلا اتعرض لخسارة مسلا مالية. فا آآ وشاف انه هو بيسبح فدي من الرموز اللي بتدل على آآ حصوله على اموال هتكون عود ليه عن الخسارة اللي هو حصل آآ حصلت له. آآ كمان لو مهموم وشاف انه هو بيسبح على سبحة فبشارة ليه بزوال الهموم. الوان السبح بقى آآ لو شافت الفتاة كمان آآ العزباء انه هي آآ بتمتلك سبحة آآ زرقة. فدي نجاح وتوفيق في حياتها سواء في الدراسة او آآ في حياتها العملية. كمان آآ لو الرأي شاف سبحة الخضرة. السبحة الخضرة من الرموز اللي بتدل على صفاء. وكمان على قرب من الله سبحانه وتعالى. آآ كمان آآ السبحة السودة. رؤية السبحة السودة في المنام. فدي آآ من الرموز اللي بتبشر آآ بزواج. آآ كمان من الرموز اللي آآ من الرموز جمان اللي بتبشر بصلاح حال الرأي آآ بشكل عام. الفتاة العزباء اما تشوف ان هي بتستخدم السبحة او شافت انها اشتارت السبحة او حد آآ بيهديها آآ بيهديها آآ بيه السبحة. وآآ دي فدي بشارة لها بالزواج. كمان لو كانت هي آآ يعني شايفة في صعوبة في موضوع الزواج او ان هي آآ يعني السن شوية الكبر. فآآ لو شافت بردون هي بتسبح فدي بشارة ليها بالزواج من شخص. هيكون عود ليها عن الايام او عن فترة آآ الفترة اللي فاتت اللي هي سبرت آآ فيها. آآ كمان من الرموز اللي بتطلع العلاقة قوية آآ بين الرأي والله سبحانه وتعالى. كمان اما تشوف الفتاة اني آآ مثلا والدها هو اللي بيقدم لها السبحة. آآ فمعنى كده اني فيها علاقة قوية آآ بينها وبين والدها. كمان آآ ممكن آآ هتحصل منه على منفعة سواء آآ منفعة مسلا آآ بنصح او آآ بامويل. المرأة اللي مدتزوجة لما تشوف السبحة او تشوف انها اشتريت آآ سبحة فدي استقرار في حياتها الزوجية. كمان آآ لو كانت هي بتسعة لحملة فبشارة ليها بحمل. بالاخص كمان لو شافت ان في حد بيها ديها بسبحة بيضة. آآ او ان هي اشتريت سبحة بيضة. او ان زوجها بيديها سبحة بيضة. آآ فدي من الرموز المبشرة بالحمل. كمان لو شافت ان هي بتسبح على آآ سبحة آآ خضرة. آآ برضو دي من الرموز اللي بت بتدل على آآ يعني آآ برضو زرية وهتكون زرية صلحة. آآ كمان لو شافت ان هي بتسبح على سبحة زرقة. فدي اموال هتحصل عليها واموال آآ كتير. آآ كمان لو شافت السبحة اتقطعت. او الخيط بتاعها اتفك والحبيبات بتاعتها خرجت. فده للأسف رمز بيكون غير محمود. يعني قطع السبحة سواء اللي شافت الرمز ده آآ رجل او امرأة من الرمز اللي بتكون غير محمود. آآ فمعناها للمرأة المتزوجة هيبقى فيه خلاف آآ بينها وبين آآ زوجها. لو شاكت بقى ان هي ويع في الارض واتبعتر وان هي مش عارحة تلمه. دي مشكلة كبيرة جدا هيبقى صعبة عليها حلها. ممكن المشكلة دي تقدر اللي قدر الله آآ لينفصلها. المرأة الحامل لما تشوف السبحة فدي بشارة لها بخير وبرزق قادم آآ ليها. كمان من الرمز اللي بتدل على ولادة سهلة وميسرة آآ ليها. وكمان على صحتها صحة آآ جيدة ليها هي وبيء آآ لمولدها. آآ كمان السبحة كمان آآ للمرأة آآ الحامل كمان بتدل على استقرار في حياتها الزوجية. برضو لما تشوف ان السبحة بتاعتها اتقطعت. فدي برضو مشاكل آآ ممكن تواجهها في فترة الحمل بتاعتها. السبحة للرجل آآ لم يشوف الرجل ان هو بيسبح على آآ على سبحة لونها اصفر آآ فدي خير قادم لي. او آآ خير آآ هيحصل عليه. خير كتير هيحصل عليه. كمان السبحة الصفرة بشارة بقدوم آآ اخبار سارة او مناسبات آآ سارة آآ وبمركزه. كمان الرجل المتزوج كم يشوف ان هو بيسبح آآ بمسبحة او بسبحة آآ 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 فده آآ لو كان في حياته شوية مشاكل او خلافات سواء في العمل او في حياته الشخصية فبشارة لي آآ بعودة استقرار آآ مرة تانية وي آآ بخلاصه من المشاكل او الخلافات دي. ده كده باختصار اعمل رموز المتعلقة بالسبحة. آآ اتكلمنا عنها بشكل عام للرغل آآ للحامل للمتزوجة وكمان للعزباء. آآ اتكلمنا كمان على الالوان الخاصة بال بالسبحة. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سفسار او سؤال اكتبوا لي تحت. انا ان شاء الله هردت عليكم. آآ بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام.